السلام عليكم انت قل ده سيء ما راضي بالغانون الموجودة الان انت كداعية كشيخ كداعية تمشي تنصح الامام تمشي تنصح السيدة الرئيسة تنصح وتقول له ده ده ما انزل الله انت ما داعية ده واحد اتنين النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جاعد كان جاره يهودي اليهودي جاره يجدع له في الوسخ والغازورات في يوم من الايام وقد جاء مرد مش عاده في النهاية ما قال ده كافر ولا كفر ولا عمله اي شي نبغي اثنين نبغي ثلاثة انتو قلت تقول احزاب ما في هل انتو حزب اذا انتو ما حزب كنتو انصار السنة مش كدا انصار السنة حزب انصار السنة حزب وانتو لو ما حزب الحزب بمفهومه جماعة من الناس انتو الان جماعة ايوه شكرا اشكركم على هذه المعلومات الرائعة اللي قدمتوه لانا بيشان العلمانية ومال العلمانية ففي طلبة كانت ما عرفة ذاته العلمانية لشنو انا واحد من الناس ذات العلمانية كنت ما فاهم ذا الناس لكن الحمد لله المعلومة وضحت لي لأبي سايفكم قلت تتكلموا عن العلمانية بس يعني دايما بس في الجامعة هنا في الجامعة بتاعتنا دي بزات في العلمانين وفي الأخوان المسلمين حس انتو انجور قاعدت تقول العلمانية العلمانية دا لنك شنو تورينا برضو العيوب بتاعت الأخوان المسلمين عشان شنو عن احنا زي ما انتو جاي اللي هدايتنا لانا كون معا دين لا اكون معا دين تورينا العيوب بتاعت ذا زي ما وريتنا العيوب بتاعة العلمانية دين معلومة دارنا توصيل الينا شكرا طيب الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله يا اخواننا الازي الذي بيتكفي عشان عشان زاته عشان الناس ما يقولوا بنتكلم في العلمانين براهم جزاك الله خير طيب نجاوب سريع النصيحة الاولى اللي قدم لنا الاخ القبيل قال لي انت امشي انصح الرئيس مقبولة منك ان شاء الله بمشي الرئيسة ربنا وفغني لكن ما بقول قدام الناس ليه لانه الناس جوا لأسامة بن زيد وقالوا له ألا تكلموا الامير في صحيحة البخاري فقال ترون اني لا اكلمه حتى اخبركم اني لا اكلمه فيما بيني وبينه دون ان افتح بابا لا احب ان اكون اول من فتحه عرفتها فنحن حتى في النصيحة النصيحة زات عبادة لابد فيها من الاخلاص وشنو والمتابع يعني حتى لو انا نصحت بالطريق الشرعية وجيد قدام الناس عملت كده وانا نصحت وانا نصحت نصيحة باطلع رفتها فكونك تقول لي امشي انصح اذا ربنا قدرني بمشي بنصح ان شاء الله وسأسعى الى ذلك ما استطعت سبيلها دين نمرة واحد نمرة اثنين قال اليهود بيجدع الوسخ في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني فيش نوعسي انا ما ما عارف يعني ما فهم السؤال شني يعني رفتها لكن اذا ردت انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالحسنة وكده فكلام ما فيه واشكال يعني وين والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي ومات والدق زيادة ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي لكن فيه كلمة انت قلتها غلط مع ليش يعني قال قال الرسول ما كفر اليهودي صح لانه اليهودي اصلا كافر رفتها يعني تخيل زول ما اخش يا جامعة الغران الكريم يقول لك انا فصلوني وانت ما اخش يا ذاته يفصلوا كيف رفتها فاليهودي النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره لانه اصلا ما مسلم لانه يهودي وانا لو ما هو يهودي الرسول ما دعوا للإسلام هو مسلم تاني النبي يدعوه للإسلام عرفتها فالكلام ده انت ما عارف انت جابه من وين انحنا برضو دارين الناس يا أخوانا يصحح القراية العلم قالوا إذا جمعت فقمش وإذا ذكرت ففتش أو كما قالوا يعني لما انتجي تجمع العلم شيء ساكن لكن لما انتجي تبين للناس تديهم شنو النجيط عرفتها طيب فأما اليهودي كافر بالقرآن اليهودي كافر لأن الترابي برضو زمانه دمنا لأخوانا المسلمين يعني داي يكون ان شاء الله بداية للجواب على سؤال الأخ بي جاي رفتها الترابي قام قال لهم اليهود داي الأهل الكتاب والنصارى ما كفار وطيب أهل الكتاب داي يسمدلع يعني ما كافر ربنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم شنو صاغرون وربنا قال في صورة البينة لم يكن الذين كفروا من شنو من أهل الكتاب رفتها وغير من الأدلة بعد ذا قال هل أنت حزب وما حزب يا أخي نحن ما حزب لكن ناس اجتمعوا هسه أنت قلت أي ناس اجتمعوا على أمر معين يعتبروا حزب طيب أنت في الجامعة دي اجتمعتوا على أمر معين أنت حزب رفتها ما في حزب يا أخي ما في حزب ولا جماعة نحن ذاته نحن نحن التغينا مع أخواننا ديل في الأمر بالمعروف أنه عن المنكر ما أوريك أوريك عشان ما أضغالت يا أخونا من برساك رفتها الحزب دا عنده دستور دستور أحكام تمهيدية أنا ممكن أن أجل لك دستور هسي رفتها أحكام تمهيدية المادة لولة تعريفات هذا الدستور يعني دستور مثلا جماعة كده الجماعة هي فلان وتغطن كده الفصل الأول الجماعة محلا وين ودستورة شنو ومنهجة شنو دا الدستور رفتها وفيه الفصل ولا ما فيه يفصلوك لما تعمل كده وكده وكده دي الجماعة ويكون عندها رئيس وممالي وما مالي نحن هنا بنتلاقى مع أخواننا ديل واحد شغال سوق أخواننا ديل شغالين في السوق وأخونا دا في السوق وأنا شغال في السوق وبقرة وشغل جايطة رفتها ما عندنا علاقة بحزيب ولا نتكتل دا نمرة واحد نمرة اثنين الأحزاب بيعادوك ويوالوك في غير الإسلام نحن الليلة بنرى أخواننا ديل شغال أخواننا وأي واحد في الناس ديل المسلمين ديل من أخواني أنا أما الحزيب لابد تلتغي معه في أفكاره ولا شنو ويدعوك إلى أفكار غير القرآن والسنة بفهم السلف الصالح إذا أنت قال صد حزيب فنحن نقول لك فإن حزب الله هم المفلحون ومنهج السلف فالحزيب بيجي يقول لك خليك معي وأبقى معي أما نحن ما حزيب نحن بندعو للخير ربنا قال ولتكم منكم أمة يعني لو جاء الليلة ثلاثة فأرقوا لي أخواننا رحكاكم نمشي بيجاي بالعلم ندعو للخير تمشي تدعو للخير ما فيها مشكلة عرفتها؟ أما نحن حزيب وجماعة وعندنا رئيس وهداف ما عندنا لا عندنا رئيس بس بنجي كده نتلاقع مع الشباب ديل عرفناهم في التوحيد بعدين قال لي زمانيتو كنتو أنصارصنا أنصارصنا مع حزيب الجواب من السؤال بتاع أخونا ده إنو كنتو وكان فعله ماضي شنو ناغز كنتو كنتو وتبتو والحمد لله كنتو وتبتو الحمد لله وهتاني شنو؟ خلاص الموضوع انتهى أي جزاك الله خير بعدين قال تتكلموا في العلمانين وما تتكلموا في الأخوان المسلمين تكلمنا عنهم بالكتب مبارح جبنا كتاب صيد قطب والتكفير وردين عليهم من عقائد الأخوان المسلمين التكفير مرق منهم داعش مرقت منهم جبهة النصرة تنظيم القاعدة الدولة الإسلامية في العراق والشام وفي أبشرك في دواعش بالمناسبة في السودان أنت ما عارف وأنا عشان كده بحزر العلمانين أنتو بيشكلامكم ده بيجيبوا لنا الدواعش ديل لأن العلاقة بين الدواعش والعلمانين علاقة بتاع التفاضل وتكامل عرفتها؟ قدر ما ديل يصهروا يصهروا ديل لأن العلماني سبب نموه وشنوه؟ يقولك في ناس بيكفروا الناس العلماني بينموه والداعش يقولك في ناس ما دائرين الدين ننجبهم فالشغلة بينهم ماشي في إمتى؟ فلا داك لا داك الأخوان المسلمين دي عقايدهم من عقايدهم يا أخوان الأخوان المسلمين عقايدة الصوفية أنه بيعتقدوا عقايدة الصوفية زي ما قال حسن البن في مجموعة الرسائل نحن دائماً بنرجع كله مراجع ومن عقائد الأخوان المسلمين الطعن في الصحابة زي ما فعل سيد قطب ونبذ نبي الله نبذ عثمان بن عفار رضي الله عنه ونبذ عمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة ونبذ غيرهم من الصحابة من برضو التكفير في آخر صفحة من كتاب العدالة الاجتماعية وبيعو في الدارة السودانية للكتب لأن نوريك نحن بنحارب الأخوان المسلمين أكتر ناس بحول الله وقوتي لا بحولنا وقوتنا بنكشف حالهم عرفتها؟ بنكشف حالهم من عقائد الأخوان المسلمين إنكار عذاب القبر ما سمعت بالترابي؟ إنكار عذاب القبر وإنكار أشراط الساعة كلها الصغرى والكبرى ويستهزى بالصلاة وغير من العقائد السيئة تحت الأخوان المسلمين ومن عقائد الأخوان المسلمين بالمناسبة الخروج على الحكام دي من عقائد الأخوان المسلمين عرفتها؟ وده موجود في الكتب بتاعتهم وموجود في الصوتيات عندهم واحد اسمه الددو ومعاوى القراضاوي كانوا قاعدين يرقصوا في نشيد ها قالوا قم غادر قم غادر واسلك درب الأبطال فالقدس تنادي تعال تعال واترك الطفلة فللطفل رب يحميه رب متعال ده لأخوان المسلمين قال لك تخلي ولدك قاعد في البيت الولد ده عنده ربنا بيرزقه انت امره خليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع شنو من يعول وادلة كثيرة جدا احنا ما نطول بالي الطلاب يلا بس حاجة واحدة بس يا شاب المزال ابتعد يعني دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بعثه عشان يوحد بين الناس بعد داق يلا الرسول ده عثيرا اربع سنة او فترة معينة الدعوة السرن فضاقت عليه المزال الكفار بتاعين قوليش يعني ضايقه كده فبعد دا بيبحث عن حلول ما يلا الحل بتكون شايف انه هل في نتائج يعني دي ما يهدر استجدوا ذاته يعني حدد انه ما في ما في حاجة يعني عرف انه الموضوع دا حيكون فيه عذاب وفيه كده بعد داق قام هاجر وامر الصحابة بالهجرة ما تخلون نحن السلطة معانا لكن انا ادعو واسكت ما بقدر اعمل حاجة المنهج برضو او مثلا الغانون الغانون ما بيحميني انا يعني انا يلا دعيت اربع سنة دعيت عشر سنة دعيت عشرين سنة هو ما في نتائج طيب العمل شنو يلا الرسول لما ما لقى عمل قالنا هاجر او ربنا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون يعني مرقوا هم ما راضين حتى في واحد جزوب راض جزوب يلا الضحف بتاع الاسلام هو يخلي الانسان اول مسألة انا ما عارق قادر افهم يلا لازم يكون في حل بس المزال بتحت الحل هي ما مزال تحاول توحد المسلمين لكن اذا مثلا ده ما اختنع بينه الصوفية كده وده ما اختنع بينه الاخوان المسلمين كده وده ما اختنع هو انا مختنع حلس نحن نكون قوة انا براي قوة ان يكون منكم عشر يغلبون وان يكون منكم مئة يغلبون نحن نكون بساطة ونطلع بل بساطة يعني ان شاء الله ما انا ما قادر افهم تفسير الخوارج الخارجي ده بيطلع طوال على الحاكم كده يلا زول ما بيحكوا اني بالغانون وانا مظلوم وانا راضي وده ما بيحكوا اني بما انزل الله يلا انا انا مغلوب على امري وراضي طيب ساكد ما حلس يلا في فترة ايه تدروسه وبعددك تمشي عليها اذا قدرت اذا ما قدرت بعددك ان شاء الله طيب برضو لا نزال نكرر يا اخوان انو انت يا اخوانا انت زول داعية انت انسان داعية مصلح مش انت انسان يعني جاي تنتهي من المجتمع دي مسألة المسألة التانية ان احنا نظرتنا للمجتمع ما زل ما المجتمع ابو جهل الاول رفتة الان غالب المسلمين فيهم ضلال عن جهل فيهم ضلال عن جهل وناس لما تذكر لهم الادلة الادلة بيتأثر فوقهم ما زل ما اجتمع ابو جهل بتاع مكة رفتة لكن انا بقول المعاصدي من الشرك وما دونه لابد من محاربة نوع عليه السلام دعا كم سنة تزعمائة وخمسين سنة ما قال نشيل السيف ونخرج ونعمل وده ما بيصلح بعدين شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما مشه هاجر كوّن قاعدة من المؤمنين انت الليلة معاكم منه من المؤمنين معاكم منه من المؤمنين وتمشي تهاجر وين كده وريني في السودان ده ما شوين يستقبله ما معاك زون فانت يا اخوانا بتكوّن قاعدة من المؤمنين وتنشر الوعي بين المسلمين وفي النهاية احنا ما بننظر للمجتمع ده يا اخوانا انه مجتمع زي زي ناسبو جهل انهم ناس كفار ودماؤهم حلال وويل آخر ده مسألة المسألة التانية النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في وسط هذا المجتمع وكان اهل الجاهلية فيهم الفسط والفجور والحكم بحكم الاباء بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بمسألة الحكم ونديتك نص في الموضوع ده عرفتها؟ المسلمين لما مشوا هاجروا هاجروا للحبشة مستضعفين مشوا هاجروا للحبشة فيها النجاشي النجاشي ما كان يحكم بما انزل الله هل المسلمين قالوا ايواء بل هاجروا لمحل لمحلزوا الكافر بس لانه عادي فانت لابد تكوّن المجتمع المسلم وده لان احنا قاسدينه والاعداد لان احنا قاسدينه انه اول حاجة اعداد في شن يا اخوانا اعداد في العقيدة لانه الليلة انت لو دار تجي تحكم انت تقول تلي القبب ديزة ما سمعوا كلامنا نكسره طيب الفائدة شنو شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما نشتغل في الناس براهم كسروا القبب بتاعتهم براهم براهم نبي صلى الله عليه وسلم رسل جريل ابن عبد الله البجلي ليصنم كسروا خالد بن وليد للعزة كسر فلان رسلوا ليصنم تاني كسروا الناس كلهم ايقنوا تماما واقتنعوا بالدين لكن انا الليلة لما اجي اقول لا انا اعمل لي دولة براي زي ناس داعش ديل واجي اغصب الناس الصوفي اذا ما اختنع معي امشي اكسر ده ما دين النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ده ما دين الرسول صلى الله عليه وسلم بل ده ينفر الناس من الدين والاسلام ولذلك نحن نكرر لن تصلح الامة الا بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم نحن نبدأ ونشتغل في الدعوة واصلاح المجتمع كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما نستعجل النتائج يا اخواننا صاح كونوا ما يحكمون بما انزل الله ده شي غايزنا والله وكونوا في معاصي منتشرة وشايف القباب واقفة فوق مش قباب ساي نحن بعض مرات نخش مساجد نتكلم تمرق بالفنيلة بس والله يكلمك عرفتها يدقوك ويضربوك ويدقبنية ويسجنوك فيمتا ويتهموك اتهامات كاذبة كتيرة لكن ديل اهلنا يا اخواننا مساكين نكفروا ونكتلهم ونطلع فيهم بالسيوف والقباب ولا نصبر على ازاهم نصبر على ازاهم نبي صلى الله عليه وسلم قال قال حديث ابن مسعود قال كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه حتى ادموه فجعل يمسح الدم عن وجه ويقول ربي اغفر لقومي فانهم لا يعلمون فنحن اهلنا دين والله فيهم الخير لما انتين تقول لزول يا زول شيخك احمد التجاني قال صلاة الفاتح بتعادل الغران ستة الاف مرة يقول لك هوي والله شيخ احمد التجاني ما بقول كونه انكر معناة الكلام ده هو شنو ما بيغره معناة ده خير فيه فيه خير بعد ذاك انا لما اجي اجيب ليه الكتاب بعد ذاك بيفهم وبيرجع بعد ذاك الزول الكابر الكابر داك انا اعمل له شنو ربنا قال واذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر يعني بعد البيان لانه في علمانين بيقول لك لا است عليهم بمسيطر يعني بس تقيم لا لا تدعو الى الله بعد ذاك اذا ما استجاب ويتم ما حاكم وما لك عليه وصلت خلاص الموضوع انته دي مسألة مسألة الليدو دا يدخل في النرد شير النرد شير والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه في صحيح مسلم العلماء قالوا مش يدخل فيه والنرد دا براو اي لعبة فيها ارقام اول حاجة لهذا النص واحد نمرة اثنين ولانه يدخل في الميسر القمار يدخل في الميسر القمار فاي لعبة فيها مخالفة لدين ما بالجزء ونحنا الكلام دي اخوهنا الزوال يبقى عاقل يعني انا بغلبني شنو ما لعب زي الناس ليدونا نجدع كويس خلط نجي نخلط انا ما بني ادم ما فيني شهوة ما انسان ما في زي ما بقوله الجماعة ما فيني كينونة في كينونة وفي كانون ذاته في امتى لكن يا اخوانا لأكوانا الدين الله سبحانه وتعالى دين الله سبحانه وتعالى الزوال يقف عند حدوده ما استطاع الزوال اذا ربنا ابتلاك بحاجة قول يا الله اغفر لي وربنا يقوين ويهدينا نعمل لكن ما تكابر الدين ودين احنا مشكلتنا هنا مع العلمانين جزاكم الله خير بارك الله فيكم ايوه في نتيجة كيف كيف ما في نتيجة لانه احنا اتبعنا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين